لنستطلع الأوضاع من أم درمان ينضم إلينا مراسل الحدث نزار بقداوي أهلا بك معنا نزار لك أن تضعنا في سير تطورات العملية العسكرية حتى هذه اللحظة وماذا عن سلاح المدرعات سلاح المهندسين المقرات العسكرية المهمة أو القواعد العسكرية المهمة للجيش التي كانت طبعا تدور حولها اشتباكات سابقة تهاني عطفا على ما ذكر في هذا الخبر من توجيه المدفعية الحربية التابعة للجيش السوداني لقصف مدفعي بعيد ومتوسط وطويل المدى إلى عدد من المواقع نستمع الآن في هذه اللحظات أيضا لقصف مدفعي من قبل مدفعية الجيش المتمركزة في منطقة وادي سيدنا العسكرية هذه المنطقة التي تقع في أمدرمان وجهت الآن المدفعية الثقيلة إلى مختلفة فيها قوات الدعم السريع المعلومات أيضا تشير إلى أن المناوشات ما زالت مستمرة في هذا اليوم التاسع للاشتباكات التي ظلت متواصلا منذ أجل الأحد من الأسبوع المنصف قوات المستريع توجي هذه الهجمات في ظل تمركز وفي ظل أيضا هجوم مضاد وتصدي لهذه الهجمات من قبل سلاح المدرعات الذي يقع في الجزء الجنوبي من العاصمة الخرطوم في أمدرمان أيضا تهاني مناطق سلاح المهندسين أيضا لم تسلم من الاشتباكات القصف المدفعي أيضا توجه نحو شرق العاصمة في مدينة الخرطوم بحري نضيف أيضا في سياقات هذه العمليات العسكرية بأنها خلفت واقعا إنسانيا وصف بالخطير وبالمزري والحديث هنا عن جزيرة توتي التي تتوسط نهر النيل في الخرطوم التي أيضا تعاني أوضاعا حرجة منطقة الفتحة في أمدرمان أيضا تعاني أوضاع إنسانية حرجة منطقة الشجرة والحماداب كل هذه المناطق تعاني نقصا غذائيا وحالات إنسانية تستدعي التدخل العاجل هذا هو الواقع الميداني الآن في ظل تحليق مستمرنا المحوه الآن من قبل طيران الاستطلاع التابع للجيش السوداني طيب نزار بالنسبة للتموينات الغذائية هل هي في كمية كافية كيف يتم توزيعها أساسا حتى على أماكن التوريد كيف يتم التعاطي في هذا الجانب نزار هذه نقطة نقطة أخرى الحركة في بعض الأحياء مدارس موظفين كيف تكون هذه الحركات ضعنا في هذا الجانب تهاني الصورة التي يمكن أن تنقل عن الواقع الإنساني المعضر الأساسية تتعلق بمسار التوزيع يعني على سبيل المثال هذه الصورة الآن التي تتابعينها هي في منطقة أم بدة أو في منطقة أم درمان الغربية من الصعوبة أن تصل المساعدات إلى تلك المناطق لأن هناك وجود لقوات الدعم السريع ربما تستصعب المسارات الإنسانية أن تصل إلى تلك المناطق هذه فقط على سبيل المثال مناطق أخرى مثلا كمنطقة شرق النيل كمنطقة الخرطوم منطقة الشجرة منطقة جنوب الحزام كل هذه المناطق الآن تستدعي الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لكن المعضلة الحقيقية والعقبة الكؤوت هي في كيفية أن تصل هذه المساعدات في ظل اجتداد وتيرة الحرب في ظل وجود قوات الدعم السريع في عدد من المناطق في ظل أيضا وجود ارتكازات عسكرية في وسط الحكوم إذا ما تحدثنا عن مسألة دارفور الواقع معقد أكثر من ذلك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات